ذكروا الانفتاح ومواقع التواصل الاجتماعي وهي اللي زادت من هذه الظاهرة برأيك الصحي. ممكن أننا في بداية ذكرتها لكن دعونا ندخل بتفاصيلها من أي ناحية حسن اليوم ندب اللوم على الانفتاح ومواقع التواصل الاجتماعي هذا دور سلطة التنفيذية هنا دور سلطة التنفيذية من نجي على القضاء. دور سلطة التنفيذية وذكرتها قبل قرير يمكن حجب المواقع الإباحية. بالفترة الأخيرة سمعني كم موقع نحجب. لكن بعد بحاجة إلى المشكلة هي مو هاي المواقع. المشكلة مو هاي المواقع. المشكلة عندك مواقع الكلام هذا عن طريقة مواقع التواصل. هذا يأثر أكثر. أثار أكثر. إذا لاحظكم فيديوهات على طريق تيك توك أو الفيسبوك أو غير العالم تفكر تحصل مشاهدات أو لايكات بأي طريقة بأي وسيلة. وذكرتها سابقاً سيكون لدينا خطوة بهذا الموضوع عليه. إن شاء الله نتمنى بصراحة يكون هناك قانون رقابي يراقب بالتيك توك ويراقب بالانستجرام. لأن بصراحة هناك فيديوهات. أكثر من عشر مواقع التواصل موجودة. كثيرة جداً فيديوهات متمدنة بصلة. من ناحية لبس. أطلاقاً. يعني تصرفات رقص غيرها. يعني نحن ننصدم. هيا أفعل كلهم مخلة بالقانون مخلة بالأدام وبالأخلاق. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة